لا 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 خلقك خالص وعيدة تهل اهلا وسهلا بحضراتكم في القابة جمعنا كل يوم اتنين من ستة لسبعة لايف مع رحيم البرنامج اللي قلنا من الاول حلقة كل دوره انه يجابكم على اي حاجة متعلقة بنظام غذائي صحيح واللي عاوز يبدأ حياة صحية سليمة وتغذية سليمة ما كانوا هنا في البرنامج ده كل يوم اتنين من ستة لسبعة طبعا احنا تعرضنا في الاسبوع اللي فات لهاجمة مرتدة من الشتة وللأسف احنا ما دخلناش في الشتة ده كان اسمه بث تجريبي الشتة لسه ما بدأش رسميا فالاسبوع اللي فات كان ايه؟ ارصب وضن خفيفة طيب الناس كلها تخضت يا طرف في الشتة هيحصل ايه؟ كل الاسئلة اللي جات الفترة اللي فاتت جوعنا نعمل ايه؟ عاوزين ناكل لا انا مش قادرة لا اضايت من نباز نعمل ايه؟ طيب لازم يتكلم ان فصل الشتة وفصل الصيف نعمل مقارنة بسيطة بعض الناس اختلفوا كل الناس اختلفوا يا طرف نخص اكتر في الشتة والنخص اكتر في الصيف لما نقول ان علميا حضرتك بتخص في الشتة اكتر من الصيف الناس بتتخض ازاي انا بتخص في الشتة اكتر من الصيف وبحرق في الشتة اكتر من الصيف وانا في الشتة بجوع اكتر هي دي الاجابة اللي اساسا حضرتك قلتها وانت بتسأل السؤال في الشتة حضرتك بتجوع اكتر فبالتبعية جسمك بيحرق أكتر هو جاع ليه؟ جاع لأن في فرق بين درجة الحرارة حرق درجة حرارة جسمك 37 درجة مقاوية ربنا خلاقنا كده درجة الحرارة في الخارج بتبقى 10, 15, 5 مثلا قويات في الفجر بعض الأماكن السحلية بتكون أقل من كده بتوصل معنا في النهارة لـ 15 و 20 و 25 بكتير في فرق درجة حرارة الفرق ده بيتعوض عن طريق إيه؟ عن طريق إن جسمك بيحرق سعارات أكبر فعلمياً أنت في الشتاء المفروض تخص أكتر لكنك في الشتاء مش بتعمل كده عشان أنت بالجوع وبتاكل كتير تعال بقى نتكلم على شوية تفاصيل الرياضة مثلا نعمل مقارنة بسيطة الرياضة في الشتاء أم لا في الصيف؟ حاضرتك في الرياضة في الصيف عشان جسمك يحافظ على درجة حرارته لما يعمل الرياضة عشان ما يسخنش بيانتج العرق سويتنج جسمك بيعرق فبالتبعية درجة حرارة جسمك بدأت لطف عشان خاطر نحافظ على درجة الحرارة 37 في الشتاء بقى لما درجة حرارة الجو 15 ودرجة حرارة جسمك 37 وانت بتبذل مجهود مفيش سويتنج عشان يلطف جسمك هياخد فرق درجة الحرارة ده منين؟ من السعرات ومن الدهون المكمونة جوا جسمك فبالتبعية بتحرق أكتر في أبحاث ظهرت كتير هي مازالت في نطقة الأبحاث طبعاً في الشتاء بنحرق أكتر ده موضوع منتهي ومؤكد علمياً فيها بحيث بتتكلم إنك في الشتاء لما نجي القارن الريستنج تايم الوقت الحرارة نايم فيه بتتفرجع تلفزيون تماماً وانت قاعد مسطح أو نايم في السرير والأكتفتي تايم إن الحرارة تبدأ بتعمل رياضة سبعاً بدأنا بقى بنبدأ بنتكلم الهرولة اللي هي تعتبر رياضة متوسطة ومشاردة جديدة مرحلة المد اللي قبل الجاري إنك بين الريستنج بين الروحة التامة وبين الهرولة حضرتك بتحرق خمس أضعف زيادة بعض الدراسات قلت سبعة عشان كده بتكلم إن في بعض الدراسات ليه؟ ناس بتقول خمسة ناس بتقول سبعة لكن اللي بتين أجمعوا إنك بتحرق أكتر أضعف مضاعفة من أي وقت تاني طبعاً ده برضو مقارنة بالصيف برضو الأبحاث بتتكلم إنك لما تيجي تعمل رياضة في الصيف وفي الشتاء في 23% حرق زيادة في فصل الشتاء بس عشان نعوض فرق رياضة الحرارة بالتبعية أنت مفروض تخص في الشتاء أكتر ما تخص في الصيف حاجة مهمة جداً في الشتاء نعمل إزاي عشان نحرق أكتر حرق بتتكلم باللوقتي على ممارسة الرياضة وبدأت كلامك عن الرياضة طيب أنا في الرياضة في الشتاء هروح لابس تقيل وهنزل أجري أولاً حرقتل بس تقيل وتنزل تجري لازم في مرحلة من المراحل لو أنت جسمك دلوقتي درجة حرارته 37 بره 25 اللبس التقيل هيبدأ يسخن جسمك بسرعة ممكن تعرق كتير في الجو ده أنت ممكن تروح في 60 دهية وعضلاتك تبدأ تتقلص يبدأ يحصل لنا مشاكل في العظم وفي العضلات نتيجة العرق الشديد اللي أنت عرقته مش بقول إن العرق بحش لكن لبسك التقيل بيعمل عندنا جو إنجاز التعبير جو استوائي لدرجة حرارة الجسم غير الجو الموجود بره عملت فرق جبير جداً نبصل لعبين كرة القدم بيلبس إيه في الشتاء؟ في الدول الأوروبية تيشارت طويل بكم تحت منه ممكن أي حاجة تانية طبقة تانية يعني شكراً قد كده لبس طبقتين ونزل عامة للرياضة ده الوضع الصحيح طبعاً إمتى جسمك مش مؤهل زي الرياضي لأنه عنده قطلة عضلية أكبر فبالتالي المفروض إنه بيحرر أكتر وعنده قدرة على تحمل درجة الحرارة بشكل أكبر ممكن نلبس طبقة ثالثة أو نتقل حاجة واحدة لكن نقعد نلبس 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 هدوم ونزل نعمل رياضة عشان تعيش درجة حرارة جسمك داخلياً في جو يعتبر استوائي نتيجة العرق وبره في جو سقيع أنت كده بتأذي نفسك بالتالي عشان نحرق صحة في الشتاء لازم نعمل الرياضة وإحنا لبسين لبس مناسب اللي هو لبس طويل وراء منه طبقة تانية لكن مش طبقات هدوم كتيرة ده بالنسبة للرياضة في الصيف والرياضة في الشتاء اللي هي اللي تندل فرقين جداً معنا فصل الشتاء لو استغلته صح لو استغلته صح وعملنا الرياضة في توقيتات صحيحة انت هتحرق ضعف اللي هتحرقه في الصيف بدون يعني أدنى مجهود زيادة بعض المعتقدات عندنا في مصر ربط أكلات بفصل معين يعني مثلاً العدس يالي ظلامت العدس قلته عليه العدس ده وجبة مش رائعة تتجاوز مرحلة الروعة بكثير العدس ده وجبة متكملة العدس بفايدة قيمة غزائية علي جداً إحنا ربطينه بالشتاء فهم صلحة أنه جاي دلوقتي أتكلم لو بحضراتكو عليه لكن عاوزين تشيلوا فكرة الشتاء مع العدس إن العدس ده وجبة ممكن تتاكل في أي وقت العدس من الأكلات اللي هو صعراتها الحرية قليلة تنخيلوا إن العدس الميت جرام منه يعني طبق صغير 300 جرام تلت كيلو تتكلم على تقريباً 170 صعر حراري طب إنت عارف إن الرغيف البلدي العادي الحجم المدعم أي دكتور بيتكلم عن الرغيف بلدي بيتكلم عن الرغيف اللي هو 120 جرام اللي هو يعتبر المدعم بتاع الدولة إنت عارف إن الرغيف البلدي ده فيه من 200 ل 210 صعر حراري وطبق العدس والتلتو 100 جرام فيه 170 صعر حراري بتكلم على شربة العدس عدس وجزر وتماطم في الخلاط طبعاً كنا كمصريين لازم نضرب مفك في أي حاجة ونبوزها ونحط شعرية وبطاطس وتقلية ده ما ينفعش وبلاش منه خالص طبق شربة العدس ده أقل من رغيف عيش أخدته مع نص رغيف عيش لو يعتبر ميد صعر حراري أخدت 270 صعر حراري إنت متخيل إنك أخدت أقل من باكو بسكوت أو أقل من شكلت إنت بتشتريها من الشارع مش عاوز أذكر أسماء أنواع معينة إنت متخيل برضا شكلت 100 جرام 100 جرام فيه تقريباً من 600 ل800 صعر حراري إنت كانك أخدت تلتو وأكلتو وقبة مش بيع جداً نتكلم بقى على القرنة الغذائية العدس فيه حديد تقريباً يساوي اللي جسمك بيحتاجه في اليوم العدس في ديزبيت كايبادريت فيه ناشويات بس قليلة العدس غني بفيتامين سي وبالألياف الطبيعية اللي بتحسك بالشبع العدس وقبة أكتر من رائعة مشكلتنا بس إن العدس من البقليات إحنا برضو عندنا مشكلة فيه أمراض موجودة في بعض الشعوب مش هقول طبعاً هم توطن عندنا أمراض نخرص لكن إحنا شعب مملح شوف إركب أي مترو في الصيف هتلاقي داس مجر ما تعرق وهدو ما تبدأ تبيض نتيجة استهلاكنا للمخللات والأملاح بشكل كبير مش عارف مرجعية بغض نظر عن درجة حرط إن إحنا بنعرق فبنحب من المخللات لكن أعتقد دي طبيعة شعب فالمشكلة للعدس إن هو بيرفع معنا شوية النقرص والأملاح في الدم دي بس المشكلة اللي بمكن ناخد بلا منها طبعاً في ناحية تانية بتكلم على الناس مرضى القولون المزمن بيعمل عندهم مشكلة كبيرة هم دول تقريباً الحالتين اللي بتتكلم معه إن العدس لازم ياخدوا بلهم منه لكن غير كده العدس من الأكلات يا جماعة الفوق الممتازة نيجي تتكلم عن الستات اتكلمنا المرة اللي فاتت عن العناصر القليلة في المواد الغذائية تكلمنا عن السيلينيوم وتكلمنا عن البي وان وبي سكس الفيتامينز المهمة للشعر تتخيل إن العدس غني بالحاجات دي تمام؟ هو مش غني بالسيلينيوم لكن غني بالبي وان وبي سكس فبالتالي هو مفيد جداً لكي في حياتك بشكل عام دي يجي بقى لمعشوق الجامهير أو معشوق الأطباء مش معشوق الناس من الأكلات اللي إحنا كمصريين مش ضربنا فيها مفك إحنا قتلناها تماماً وضيعنا في يدتها تماماً الخرشوف الخرشوف من أجمل الأكلات ومن أجمل كل نعمة ربنا جميلة بس الخرشوف ده حاجة كده على القمة تمام؟ حتى ربنا نميزه بصوا شكله عامل إزاي إحنا المصريين نروح جيدينه نحمره ونحشي لحمة عشان خطر إيه؟ لو ليه فايدة لبقى ضيعناها والحمد لله لبقى مبسوطين طبعاً الموضوع مش كده الخرشوف من الحاجات المفروض الموسم بتاعها في فترة اللي هي اللي الجو بيبدأ فيها يبرد شوية الخرشوف فجأت وأنا بعمل سرش برضو عشان أعمل ريفرش لمعلوماتي عنه من بصر من أكتر دول العالم المنتجة للخرشوف لكن أغلبه بيتجه للتصدير وطبعاً في منه وطبعاً موجود ودوقتي بقى موجود كمانا معنا محفوظ الخرشوف من الأكلات المفيدة جداً ليه؟ الكبد ومفيدة جداً لخفض الكولسترول ومفيدة جداً لصحة القلب وبيخسس لفظ بيخسس يطلق على أكلات بسيطة جداً في الدنيا يطلق على البقدونس يطلق على التفاح الأخضر على فكرة مش التفاح الأصفر مثلاً لأ يخسس أقوله على الأخضر الأصفر أقولك عليه كويس الرمان أقولك يخسس أو لا أقدينا هو بنشورع ألينا الخرشوف بيخسس خلاص الأرتشوك اللي هي خلاص الخرشوف فيها بتدخل معنا في مراكبات دوائية عالية جداً بتدخل معنا في كل مراكبات الدوائية تقريباً الخاصة بحاجة اسمها الجهاز اللينفوي بعض الناس بتيجي تخس ما بتنزلش كويس ليه؟ يقولك الجهاز اللينفوي عندك مش شغال كويس الجهاز اللينفوي ده بالبلدي وبنطاع البساطة هو مجار الجسم هو الجهاز اللي بياخد عندنا كل السوائل الجسم مش محتاجها وينزلها في الإخراج الجهاز اللينفوي ده اللي هو ببلدي الحيل لو إيه دك اتعورت بتلاقي بطاك ويرم لو رجلك اتعورت بتلاقي رجلك من فوق ويرمت هو ده الجهاز اللينفوي تمام؟ اللي هو رباني بعدان كله لما يحصل مشاكل عندنا في سرطان أو غيره وقولك الغدد اللينفوي يتأثرت الجهاز اللينفوي ده مهم فوق ما تتخيل في عندك الجهاز الدوري اللي هو الأوردة والشرين والجهاز اللينفوي التخصيص مرتبط ارتباط لسيق بجهاز اللينفوي إيه اللي بيناشفة الجهاز اللينفوي؟ ينشطه الرياضة ينشطه المية ينشطه خرشوف فتخيل لنبات المرطرة الناس وقفة بيبع عربيات في الشوارع وحضرتك لما تجيبه لازم تحمره وتحط في لحمة مفرومة ودهون وتبوزه هو ده اللي بيخليك تخس مفيد جدا لصحة الكبد الخرشوف في سعرات الحرارية أقل مما تتخيل بنتكلم من خمسين لستين سعر حراري في الميت جرام يعني من المتوصل ستة وخمسين سعر حراري في الميت جرام يعني لو أكلته نص كيلو إنت أكلته خمسمين سعر حراري أقل من حيطة لحمة محمرة أو أقل من رابع فرخة محمرة لو قطعتين لحمة محمرين هيدوك تقريبا نفس السعرات بتكلم عن نص كيلو خرشوفه محدش طبعا بيعمل كده الخرشوف غني بالعناصر الندرة غني بالبنجنيز غني بالماجنيسيوم غني بالمانجنيز غني بالزينك اللي فارق جدا في شعر السيدات غني بالريبوفلافين اللي هو مهم جدا للسيدات طبعا حدث ولا حرج عن فيتامين سي الموجود في الخرشوف سعرات قليلة فايدة عالية جدا اتكلمنا نهاردة عن أكلتين عن العكس عن الخرشوف طبعا في وصفات كتير للأكلتين دول عشان طفقوا مع الضايت في الشتاء بإذن الله هنرد عليكم في الحلقة مزاعة معنا على صفحية صفحة دكتور محمد رحيم وكمان لسه معنا الشتاء هتكلم كتير جدا عن الأكلات دي كانت فقرتنا الأولى اللي اتكلمنا فيها عن فصل الشتاء وأنه بتحرق فيه أكتر من الصيف وتكلمنا عن أكلتين مهمين العتس والخرشوف أشوفكم بعض الفاصل وأسئلة حضرتكم بإذن الله رجعنا لحضرتكم مرة تانية ولايف مع رحيم كل يوم ب2 من 6 ل7 على قناتكم قلاط الصحة والجمال دلوقتي فقرت الأسئلة وكانت من الأسئلة اللي جات لنا برضو جماعة بواخدين بالكم إن احنا بيحصل بس مباشر للحلقة على الديش على الريسيفر تمام في قلط الصحة والجمال وبرضو على صفحية الشخصية عشان اللي مش قادر يتوصل تليفونيا يبعت لنا من خلال الصفحة من الأسئلة اللي جات لنا في الفاصل عاوزين نظام التثبيت أستاذة نور بتتكلم على نظام التثبيت لازم نتأكد يا جماعة أو نقول نقطة مهمة جدا التثبيت ده اسمه لايف ستايل ده اسمه أسلوب حياة احنا خلاص نزلنا من وزن كبير للوزن اللي احنا عاوزينه إن شاء الله بصحة كويسة لأن ده مهم جدا إنك لما توصل للوزن اللي انت عاوز تكون صحتك كويسة لأن لو صحتك مش كويسة هتحصل عندنا انتكاسات بيبقى لايف ستايل أسلوب حياة أسلوب الحياة ده ما تقدرش تتخلى عنه أو تسيب منه الحاجات الجميلة اللي أخدناها من نظام الدايت يعني الحاليك كان مطلوب منك تعمل رياضة كل يوم مثلا في الدايت يبقى دلوقتي احنا ممكن نعمل رياضة يوم آه يوم لأ طيب لكن تمنع رياضة تماما هنا بقت في مشكلة كبيرة جدا دي يجي ناخد احنا خدنا بالنا دايما في عنظمة الدايت خاصة في الآخر الدكتور بيحاول ليعليلك الكالوري شوية بحيث أن يوصل لاحتلاجك اليومي ليبقى ليك ولا يبقى عليك ده من الحاجات الكويسة اللي بنتكلم فيها أن حضرتك العشاء يكون خفيف بلاش عشاء تقيل ومن الغداء يكون قبل المغرق فالتوقع تتغدى في البيت زي ما الناس بتاكل بس على قد معدتك وعشاك يكون خفيف داي بناخد بالنا في حاجتين رأسيتين الرياضة والعشاء الخفيف اللي اتنين دول بيقاوموا معنا أي زيادة حضرتك بعد ما خلص دايت كل على قد معدتك عمرك ما تدخل يعني كنا بنأكل الأول نفترض مثلا من 15 إلى 27 محش بصل معاك الدكتور أنك بتشبع من 5 مرجعش يكون 10 إلى 15 واستني أني ما تخنش التثبيت فكرة التثبيت أن وزدك ما زيتش مرة تانية أنك حتاكل على قد معدتك واللي داخلك يبقى على قد اللي جسمك حيحرقه طيب بتتسبب الأسئلة اللي كانت جات لنا كتير وتكلمنا فيها المرة اللي فاتت ومع الأسف بل حيناشنا تواصل معاكم بشكل أفضل هو مسألة سمنة الأطفال ونعمل إيه مع أولادنا خاصة دلوقتي بتكلم على فصل الشتاء ومرحلة الجوع مع الأطفال وبنتكلم أنه هما عندهم سمنة يعني هو بيجوع أكتر وهما عنده سمنة فبالتبعية في الشتاء بيدخن معنا أكتر هنا لازم نبدأ نتكلم عن الحلويات مشكلة السيدات بشكل عام هو أنها ضعيفة قدام ابنها في الحلويات إزاي تعمله حلويات في البيت لأن كل منتجات الشوارع سيئة جدا المنتجات البيت لازت قيمة غذائية عالية جدا وصد منها سعرات قليلة عشان كده بنتكلم مثلا لما نيجي نعمل كيك نعمل كيك مثلا بديق الشوفان هنا سعراته أقل نحاول نضيفها على سبرولينا بنعلي قيمته الغذائية نحاول نقل فيه السكر شوية ونعاود الطفل على طعم أنه ياخد سكريات أقل طيب سكر الضايت ينفع يطبخ به في أنواع معينة مادة الساكرالوز ينفع تخش الفرن مادلس بيرتام ينفعش تخش الفرن في بعض المنتجات سكر دايت معمولة للطهو تطينفع أمتى للأطفال من أمتى من سن البلوغ يعني ما دهاش لبس لطفل عنده ست سبع سنين ثمان سنين لا منصحش حضراتكم تتكلم من سن 14 و 15 سنة فبالتبعية احنا عملنا حاجات في البيت قيمتها الغذائية أو حلويات من اللي هو بيحبها لكن سعراتها وليلة شوية نيجي لنقطة تانية ان الطفل اتعود واكتشفت ان مشكلة البيوت في مصر انها بتربي ولادها على عادات بتاعة الأب والأم عارفين فيلم اكس لارج؟ لما يقوله انا كنت بصحة في الليل ألاقي ورقة لحمة في التلاجة وزجوء ازاي عاوز دي طلع رفاية؟ نفس النظرية حضرتك ما تجيش والد وبيرجع يتغدى الساعة 6 و 7 بالليل او بعد كده مثلا رجل راجع من الشغل وحضرتك عاوزت قاعد ابنك عشان يكل مع ابوه للساعة 6 و 7 بالليل هنا بقى في مشكلة كبيرة طفلك لازم يتغدى لما يرجع من المدرسة اللي احنا بتكلم في نطاق من الساعة 2 لساعة 5 وقبل 5 كمان طيب لازم يكل مع والده يبقى يكل مع والده العشا بتاعه مش لازم يكل نفس الأكل نفس الخضار نفس الحاجة المحمرة نفس الحاجة اللي فيها دهون هنا المشكلة الكبيرة تاني يا جماعة عادتك الغذائية اللي انت ربطت عليها طفلك هي اللي ودته في دهية نيجي بعض الأمهات بيتكلم على الصهر يبقى يا ابنها مثلا لسا بدخلش لمدرسة أصل بلد بيصهرني كتير فبقعد لحد الفجر الطفل الصهران لحد الفجر ده طول الليل بياكل بالتبعية وزنه حيزيد الطفل الصهران بالليل ما بياخدش كفايته بالنوم يا جماعة الجروس هرموني المسؤول على النمو ونمو طفلك بيحصل هو نيم في الليل حضرتك كده بتأثري على نموه الهرموني وهرمونات جسمه فبالتبعية الطفل ده هطلع عنده سمنة أطفال فالأطفال في الشتاء لازم تنام بدري أصلا ما بينامش قلنا قبل كده الحلقة اللي فاتت كل يومين هنرجع ساعة واحدة بس طيب طيب أم وياد تفضلي يا فنم أم وياد السلام عليكم عليكم السلام يا فنم فضلي يا فنم أولا بشكر حضرتك جدا رباني أعزك السلام استكونا وأنا اتفضلت في حضرتك قبل كده تحت أمرك تفضلي يا فنم تنوريني كل مرة الأمر لله ده أنا حسبتلك خمس زيئة في البرنامج أنت تؤمرك ربنا يتناكي فعلا أختي وزنها تقريبا تسعين كيلو تمام وطولها مية خمسة وخمسين تمام المواخذة عندها كرش وكده ومش عارفة تنزل الكرش ازاي يعني هي مش عايزة وزنها كله ينزل عايزة كرش بس عشان تزبط جسمها شوية تمام تمام يا فنم طيب هي الوقت عندها بط هي أنسة ولا مدام مدام ومعها ولد عنده من شاء الله سنة وثمان شهور ولده قيصار يا فندم آه قيصار بتردع لا ما ردعتش كبيري خالص تمام بتاخد أدوية كمانا حامل راسها وحقن لا ولا أي حاجة أوكي بص يا فنم حرد على سيادتك حاضر أولا نحريك شرفتين المؤياد وتشرفيني بتصال كل مرة بص يسابتك كل بالنسبة لنا يا فندم هي وزنها تسعين طولها مية خمسة وخمسين طبعا على فكرة من الملحوظ أن السيدات مصر أساسا قصيرين هما طبيعتهم قصيرين كلهم تحت قريبا تحت المية وسبعين دي طبيعتنا كشعب طيب في مرحلة دي طالما البطن تفتحت قيصري العضلة تضعف من بنتكلم من 40 إلى 60% متوسط 50% العضلة بتقل يا ترى هي كابنت دخلت لما دخلت تتجوزت وبقيت حامل عضلتها كانت عاملة إزاي أكيد كانت بنكبهدلة فلازم بيحصل عندنا نسبة تجمع دهون في منطقة البطن نتيجة هرمونات الحمل بالإضافة إلى ضعف العضلة عشان كانت الدكتور دايما لما قولك عن الرياضة الناس بتقول يا رياضة كل مرة كل دكتور هي رياضة مهمة جدا لكن لازم معها جلسات فالجلسات إنها دورها ضروري بيبقى ضروري جدا عشان أنا متخيل شكلها بنتكلم على سمنة ومرحلة تانية السمنة درجات مرحلة أولى مرحلة تانية مفرطة فبنتكلم على سمنة ومرحلة تانية بالوزن ده لازم ينتقل فيه فتحة قيصرية لازم ينتقل تراهل في البطن فلو ما عملتش جلسات بلاس الرياضة التراهل ده بيزيد طبعا يبدأ السيدات عارفة بيحصل في الرياضة في الجزء الأسفل تبدأ أنا قاسي في اللفظ تبقاش حتى قاعدة 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 عدية مش عارفة تلم رجلها عشان بطنها قاعدة بين رجلها ففي لازم حاجتين الرياضة تبدأ فيها نبارح مش النهاردة وتشوف أقرب مركز محترم جنبها تعمل فيه جلسات طبعا الوزن ده سمنة مرحلة تانية لازم يقل لأن أخت حضرتك دخل على سمنة مفرطة وفوق المفرطة ودي بتعمل مشكلة كبيرة بإذن الله معنا فاصل ثواني ونرجع لحرقكم مرة تانية إن شاء الله رجلنا لكم مرة تانية وعودون أحمد طيب أستاذ هادية عامدين على الفيسبوك هتسألت سؤال الجوع بعد المغرب إحنا دلوقتي الموسم بتاع الجوع بالليل لو تكلمنا أن في الصيف إحنا ممكن نجوع عشان خاطر عاوزين ناخد عصير أو ناخد حاجات سعر أو أو دلوقتي موسم الجوع نحاوزين ناكل مرجعيتنا في الجوع بعد المغرب أو السبب الرئيسي في الجوع بعد المغرب هو عدم تنظيم موعيد الأكل طول النهار بداية غلط تساوي يوم كامل غلط يعني لما بيجي حد في العادة عندي يقول لها يا دكتور أنا عاوز أبدأ أعمل دايت بس أنا بصحة الساعة 12 ببدأ أفطري على الساعة واحدة طبعا هي مش بتصحة 12 يبتصحة 2 بتبدأ أفطري على الساعة 3 لو ما عندهاش شغل لو ما عندهاش ولاد في المدارس وهكذا الشخص ده خلاص انتهى قبل ما تبدأ أنت انتهيت عدم تنظيم موعيد الأكل يخلي لها يعمل عمد الجوع شديد جدا بعد المغرب عشان كده لازم نخلي الوجبة الرئيسية تقريبا على الساعة 4 أو قبل كده يبقى كويس جدا بعد كده حطي معادل وجبة العشاء ومعادل النوم اتكلمنا أن عشاكي لازم يكون قبل ما ننام هو أدت تايم الوقت القاتل انك تكل فيه قبل ما تنامي هو ساعتين لتلات ساعة لو بنام 12 يبقى بنتكلم على 9 لو بنام 11 بردون يبقى بنتكلم على 9 لو بنام واحدة بتكلم على 9 آخرنا 9 طبعا لو بنتنام 10 يبقى آخرنا 8 ونحط حاجة بسيطة بيد الفطار وبين الغداء من الحاجات الكويسة جدا في الشتاء أو في الجو اللي احنا فيه ميت حمص الشام مشكلة الرئيسية إن هي مدمرة للمعدة وطبعا للأسف إحنا كتير جدا مننا عندنا التهابات في جدار المعدة لكن لو معدكش التهابات في جدار المعدة الحاجات المشتشطة بالنسبة لك فيهاش مشكلة ميت حمص الشام نقدر نقول إن هي بتساعد كمان على إنقاص الوزن أم يوسف معنا من فيومة فضلست الكل أهلا وسهلا من فاني أهلا بحركة فاني يا دكتوري أنا حضرتي وعزة يعني بس الوزن أنا وزن 50 وطلوية 10 ساعة 50 وزنك كم يا فاني؟ 55 55 عاوز أزيدي في الوزن آه وأنا بردع تمام وبوط اللي ألفاء تمام طيب بص يا فاني بالنسبة للشخص بيردع لازم رقم واحد ورقم ألف يبقى ماشيين على الفيتامينز اللي الدكتور كاتبها لك حضرتك المفروض بتعملي صورة دم كاملة تمام وكمان نعمل نسبة كالسيوم في الجسم احتياطا ونعمل بعض الفيتامينز كده نتطمن عليك دي نقطة مهمة جدا طيب النقطة التانية يا ترى تاريخ العيلة عامل إزاي؟ العيلة عندك كلها فيها موضوع النحافة ولا لأ؟ ويا مسأخواتي كلهم كويسين امتي الوزن كليل شوية ولا لأ؟ ثالثا بنتكلم على يا ترى أنا عدت في أي مرحلة من مراحل حياتي على وزني كويس ولا طول عمري كنت بعملي بالنحافة في بعض حالات النحافة ما بتزيدش في الوزن خالص بتبدأ تزيد مع تقدم المرحلة العمرية اللي هو الحاجة الطبيعية إن وزننا كل من قربنا 40 يزيد شوية دي حاجة بتاعت ربنا طيب الحاجات دي كلها كويسة صورة الدم عمدي كويسة بناخد الفيتامينز بتاعتنا بتاعت الرضاعة بنبدأ ناخد اكتبي وراي الخلطة دي من الحاجات الرائعة المجربة اللي بتجيب نتيجة عالية جدا هي عبارة عن كوب لبن كامل الدسم هتحطي عليه معلقة أو معلقتين اشطى هتحطي عليه لو أنت عندك في البيت كاكاو هتحطي معلقة كاملة قطعة شوكولاتة وهنحط عليه مكسرات الموجود في البيت جوزهند زبيب أيا كان الموجود في البيت وهنحليه بمعلقتين عصل نحلة أو تلاتة للطعم اللي يريحك الكلاب ده لازم معاه مزايا لازم دايما الشخص اللي عاوز زيد في الوزن يضيف الوز للبن عشان كده إحنا بنمنعه في الناس اللي عاوزها تخس الوز للبن بيتجيب نوش مع بعض الخلطة اللي قلتها دي استكل بتتضرب في الخلاط وبتتشرب مش بدل واجبة ولا قبل واجبة لنها هتسد نفسك تتشرب بعد واجبة أنا فطرت بعدها بساعة ساعتين أخذ الكوبية دي الكوب ده لو تكلمنا انه مثلا 200 ملي فيه كل اللي قلت عليه ده لأ ده بيكلم تقريبا سعرات تقريبا تعادل 75% أو 100% من أكل يوم كامل الواجبة دي هتبقى كويسة جدا بالنسبة لحارتك بس طبعا لازم ما يكونش عندك أنيميا ما يكونش عندنا بشكل في السوق الهضم لأن ده بيعمل عندنا لحافة طبعا الغد لازم تكون كويسة أهلنا ديجي أم أروى تفضلي فن سلام عليك عاوزكا تفضلي فن بس دكتور أنا طولي 145 ووزني 65 كيلو تمام يا فن وباخد حوان منع الحمش تمام عندك سمنا في مكان معين من جسمك منطقة تحتانية طب منطقة صفية من الجسم قدي أولادي يا فن بنتين بنتين ربنا يا إخي منك حدي بيرضع ولا حاجة معايا وأعيلك فردع تمام يا فن أنا محروض على سيادتك بنتكلم عن حريك دلوقتي يا فن من اللي بتعاني من ده اسمه سمنا مرحلة أولى بالطول ده حضرتك محتاجة تبقي 50% ل55% كيلو يعني محتاجة تخسي من 10% ل15% كيلو على الأقل اللي بتردع مختلف عن أي شخص تاني عشان ما نظلمش الطفل ونبدأ نعمل ضايت قاسي أو حاجة ويبدأ الطفل يتأثر بالضايت اللي الأم عاملها في عناصر مهمة جدا في الرضاعة للأم اللي عاوزة تخسي أولا شكل الجسم اللي هو الأسفل شكل الكوميترا ده ده منتشر جدا في مصر مهمة قوي التمرينات خاصة النط الحبل والرأس والسكواتينج اللي هو التمرين الأرفاصة بالنسبة للسيدات ده مهمة جدا لازم ناخد فيتامينز أي حاجة فيها حديد وبتكلم على الكالسيو تمام دول مهمين جدا اللي بتردع مهمة عندنا شوية حاجات رئيسية أربع لتر مية مهمة عندنا من كوباتين لتلاتة لبن كل يوم مش لازم لبن يعني نتكلم على كوب لبن كوباتين زبادي طبق صلطة وجبنا قريش مع كوب لبن حاجات زي كده ولازم نتكلم على كميات مية كبيرة زائد مشروبات مدرة للبن زي الكمون الكمون زائد اللمون والنعناع زائد الشمر كمون ولمون ده مشروب نعناع وشمر ده مشروب الحاجات دي لما تتاخد بيبدأ الجسم يزود معدل حرقه بالإضافة أن اللبن بيبقى كويس زائد أن مشكلتنا الكبيرة ستاة البيوت في قلة الحرق على فكرة في الجو اللي إحنا فيه ده مجرر ما تحاول تعملي رياضة من نصف ساعة لخمسة واربعين ديئة كل يوم هتخصي من غير إيه مجهود أساسي طيب كان معنا أساسة فوزية بتسألنا على البيج الرئاسية بتاعتنا عن الأمراض والأخواصات الأمراض المناعية وارتبطها بزيادة الوزن أنا كنت عارف ربنا يا رب بديك الصحة إن في بعض الناس كترة جدا بتسأل الموضوع ده أنا عندي مشكلة صحية معينة وباخد دواء للمشكلة الصحية دي قصة الكورتزونات أول حاجات اللي بتهبط شوية من مناعة جسم الطبيعية كلها بتؤدي إلى زب الوزن طبعا إحنا بإذن الله حنعمل حلقة كاملة عن الموضوع ده لأنه بحتاج فيه وفيه كمية تفاصيل كبيرة جدا لأنه بتدخل معنا الدواء إلى علاج اللي حباك بتاخده مع نظام الغذائي اللي حباك اللي مفروط مش عليه دي كانت فقرة التانية لها فقرة الأسئلة انتظرنا بعض الفاصل حنقول على بروجرم الضايت اللي هنمشي عليه الأسبوع ده هنعمل خلطة اسمها الارزيد بتاخد بدل عشا بتزود جدا معدل حرق قيمة الغذائية عالية جدا صرارتها قليلة جدا انتظرونا عشان كل جديد وكل مفيد هنسمعه في آخر فقرة معاكم لايف مع روحيم كل يوم الاتين من ستة لسبعة على خطة صحة وجمل رجعت لكم مرة تانية ولو الناس المتابعيني وعارفين الحلقة دي كانت على شانل بتاعتي على اليوتيوب تقريبا من سالة نص أو سالتين اللي افتكرتها وليه نزلتها النهاردة كان في حالة معايا نبارح في عادة الفرع الحلبية فرع حلمية الزتون لو هي هتتذكر يعني كانت سألتني على منتج مشهور قوي فجبت لها الحلقة فتخيلوا جماعة احنا بنعمل ايه في صحتنا في كتير من حضراتكم تابعيني وعارفيني انا الادوية دي يعني انا وهي ابن للصدام غير طبيعي احنا ممكن نودي نفسنا في دهية عشان خاطر امونيازي جارتي قالتلي على الحاجة دي كويسة فانا عملت زي امونيازي بس سبحان الله انا جاتلي امراض وتبهدلت وتطلقت امونيازي لا امونيازي الشخصية خيالية احنا بنستخدمها عشان نتكلم على اي حد هبيد وفتاي في حياتنا تمام فبنتكلم ان لو في حد قالك ان خدت الدواء الفلاني عشان خاطر ابقى كويس اطلقى مش معنى ان هو مناسب ليك ثانيا نسبة كبيرة جدا من الادوية اللي بتبع عمدنا في مصر اونلاين وعن نت ويقولك الماني وانجليزي فرنساوي لا الماني ولا انجليزي ورا فرنساوي ورحمة نيازي ابن مونيازي تمام طيب دلوقتي هنتكلم على خلطة بتاعتنا النهاردة اسمها ارزاد ايه الارزاد ده اتكلمنا على الوجبات البديلة اللي هي عبارة عن حاجات سعارة الحرارية قليلة لكن فايدتها عالية جدا الارزاد ده هيدخل معانا في الضيط بتاع الاسبوع ده ان شاء الله هناخده بدل عشا اللي هو عبارة عن ايه كوب زبادي طبعا زبادي خلط دسم تمام نتكلم على دايما لو تاخدوا بالكم انا دايما بجيب عصير برطوان بدون سكر على فكرة ممكن تضيف نكهات كتير عصير برطوان بدون سكر بديله عصير رمان بدون سكر بديله عصير الاناس بدون سكر او عصير جوافة بدون سكر اللي عجبك ممكن تعمله اينا هم تجيب البرطوان عشان فيتامين سي عشان فايداته لكن برضو الرمان في نسبة فيتامين سي وفيه حديد وبردو الاناس فيه فممكن تخترع حاجات ممكن تغير النكهات زي ما انت عاوز لكن فيه اساسيات تاني حاجة معنا التفاح الاخضر حبيب الملايين وحبيب قلبي التفاح الاخضر لو نعرف فايدته يعني نعشقه وما يخلصش عمدنا من البيوت طبعا بتكلم على التفاحية خضرة كاملة تمام حنبدأ ان نعمل ضربة خفيفة كده عشان الخليط ده بيطلع تقيل شوية يا جماعة مش هيقلب نغير الرم العصير البرطوان طيب هنضيف عصير البرطوان ونتكلم بقى ان بعض الناس اشتكت من الكميات انت بتضيف الكمية زي ما انت عاوز بمعنى الكمية دي هياخدها شخص او اتنين او تلاتة يعني الان الانت جايب تفاحية خضرة واحدة بس جبت كوب زبادي خالد دسم واحد بس وجبنا بسم الله جبنا يعني بمعادل مية ميلي او مية وخمسين ميلي عصير برطوان بدون سكر لو هياخدوه اتنين حضعة في الكمية لو هياخدوه تلاتة حضعة في الكمية الكلام ده هنضيف عليه كيس من السبرلينة او بنتكلم على المنتج بتاعنا اللي هو اسمه جرين لاين ليه بتتكلم على السبرلينة كل مرة زي ما قلتلك يا جماعة فايدة عالية جدا الخمسة جرام فيه 15 سعر حراري يعني الكيس الاتن ونص جرام او تلاتة جرام ده بتتكلم تقريبا على اقل من 10 سعر حراري ما جبناش نص معلقة سكر طيب القيم الغزائلة هاخدها منه ايه احنا خدنا تقريبا ربع كمية الحديد اللي جسمك محتاجها ربع كمية البروتين اللي جسمك محتاجها في اليوم ربع كمية الفيتامينز اللي جسمك محتاجها في اليوم في كيس واحد بس لو مش هتفر معاك مش مشكلة لكن انا دايما بنصح بيه لان اغلب الحالات بتبطل ضايت عشان ايه عشان انها بتحس بورهاق عشان بتحس انها تعبانة فلما لاقي منتج يغنينا عن الكلام ده ده شيء كويس الاسبرولينا عامة هي شيء يعني اللي هفيكو هيعمل سيرش ده بلو اتش اوم لظامة الصحة العالمية مصنفاء المكمل الغزائي رقم واحد على مستوى العالم طبعا الخليطة هتدرب كويس السؤال المنطقي الجميل الخليط ده باخده متصفي ولا باخده باشربه زي ما هو طبعا زي ما هو احنا عاوزين الالياف عاوزين كل الخلطة الموجودة فيه تمام طيب طعمه يبقى عامل ازاي الاسبرولينا نفسها تحلب نفسه طعمه قريب جدا من سمك لكن مع الخلطة نفسها مش بيبان لكن الجريل لاين لأ طعمه كويس جدا لانه ممكن تشرب كمشروب لوحده بس فبنتكلم ان المشروب بتاعنا بيطلع مشروب لونه مخضر شوية كده تقيمته الغزائية عالية جدا ده يتاخد امتى يتاخد بدل وكبة العشرة تدوقه بعرفات بو حاجات زي دي تحفى جميل كويس جدا يتاخد بدل وكبة العشرة هيتاخد ازاي هيتاخد فوق بروجروم دايت المصمم نسبيا للجو اللي احنا فيه الجو اللي احنا فيه مش هو الشطاء القارس ومش هو الصيف فعملنا بروجروم دايت للاسبوع ده مبارا عن ايه هنبدأ يومنا كوب مية نتكامل لكوبات مية عن كمية تقريبا قد كده من الحنفية او من الدفاية شوية حاجة بسيطة معهم معلقة عصر اسود معلقة صغيرة معهم نصف لامونية بعد شوية خد الكلام دا ساعة تمانية والساعة عشرة نبدأ الوجب الرئيسية لو حضرتك بتضحصها عشرة عشان عندك مشاوير او عندك خدهم اربعة يبقى الساعة عشرة صبح هناخد نصف الغيف مع جبنة او فول او بازنجان مشوي يعني ايه بازنجان مشوي بازنجان المشوي اللي هو بابا غنوك من غير زيت من غير طحينة الغدا بتاعنا لازم الغدا بتاعنا يكون في النفاق اربعة وقبل اربعة ليه مش بعد كده انت ربنا لما خلقنا خلق حرقنا في قوته من الفجر للمغرب فانت لازم تتغدى قبل المغرب طيب لو انا تزنقت ممكن اتغدى بعد كده لكن نصيحتي والافضل والفايدة الاكبر انك تاكل قبل المغرب بوقت كافي هلتتغدى طبعا طبق الصلاطة اللي فيه تطلع الناصر الرئيسية اللي اتكلمنا عليها كتير كرافسر بادونس والجرجير هلاخد روبر غيف معاه شربة عدس وتكلمنا على فوايدها معاه شربة خرشوف مع قطة لحمة يعني اما روبر غيف مع عدس او روبر غيف مع شربة الخرشوف معاه او شربة الخضار مع قطة لحمة او تونا وايتي او تونا وايتي العشاء بتاعنا الارزاد الارزاد اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي يا جماعة هو عبارة عن عصير برطاقم بدون سكر عبارة عن الزبادي خالي الدسم عبارة عن كيس الجرين لاين عبارة عن التفحال خضرة يضربوا مع بعض ويتاخدوا بدل بقبط العشاء بيطلع معنا تقريبا بيتكلم على حاجة تلتويت ميلي مشبع جدا الكلام ده هيكمل معنا على السباعة اللي فاتت هيجيب معنا فايدة عالية جدا في وقت قليل جدا الجميل في البروجرام انضايي ده انه كامل من كل العناصر الغذائية ويعتبر مختلف شوية التونا الوايتي بس يمكن حضراتكم ناس كتير ما تعرف هارش وهي عبارة عن ايه اكتبوا لنا في الرسائل الصفحة صفحتي صفحة دكتور محمد رحيم وهنرد عليكم على الطريقة والمكونات شكرا لكم وابسوط جدا بوجودي معاكم كل اسبوع من ستة لسبعة لقاءنا بإذن الله الاسبوع القادم يبعتلنا عاوزين تتكلموا عن ايه وبإذن الله على تصويت هو اللي هناخد للحلقة عنه يقولنا عن المسابقة بتاعتنا احنا خدنا اول حالة مدام بوسينا تاني اسبوع مش كتير قدمه عشان كده ما خدش حد تاني اسبوع الاسبوع ده ان شاء الله هناخد شخص كمان معنا بتعمل شير لللايف اكتر من شير بتعمل من شاء الله اصحابك بتبعت لنا اسمك سنك وزنك تليفونك وبنختار اكتر حالة تستحق بتاخد معنا شهر كامل متابعات وجلسات مجانا وقدما من مراكزي مراكز دكتور محمد رحيم وبرعاية شركة جرين سمايد شكرا لكم واشوفكم بإذن الله الاتنين القادم سل على واتساب 015-514-645-58 واحنا هنكلمك